أسس التقويم يعتمد التقويم الجيد على عدة أسس من أهمها أن يرتبط التقويم بأهداف المنهج المدرسي الذي نقومه حتى تكون البيانات والمعلومات التي نحصل عليها صادقة فإذا كان المنهج يهدف إلى إكساب الطلاب بعض المعارف والمعلومات فلا بد أن يتضمن التقويم اختباراً تحصلياً يقيس هذا الجانب المعرفي لدى المتعلمين أن تتنوع أدوات التقويم ووسائله المستخدمة في ضوء الأهداف المعرفية المهارية الوجدانية أن يكون التقويم شاملاً لجميع عناصر المنهج المدرسي وأهدافه المختلفة ومستوياتها المتعددة وكذلك لجميع المراحل والصفوف الدراسية أن تتوافر في وسائل التقويم وأدواته صفات الصدق والثبات الموضوعية فالصدق معناه أن تقيس أداة التقويم ما صممت له فإذا أعد مثلاً اختبار في اللغة العربية فإنه ينبغي أن يقيس قدرات المتعلمين في اللغة العربية ولا نتوقع أن يقيس قدرتهم في العلوم أو الرياضيات وأما الثبات فيقصد به أنه إذا ما أعيد تطبيق الاختبار على مجموعة من المتعلمين فإنه يعطي النتائج نفسها تقريباً والموضوعية تعني عدم تأثر نتائج الاختبار التي يتم التواصل إليها بالعامل الشخصية للمعلم أو من يشاركه في عملية التقويم كالحالة النفسية أو الصحية والاجتماعية أيضاً من أسس التقويم الجيد أن يكون مستمراً ويقصد بالاستمرارية امتداد عملية التقويم مع عملية الدراسة أن يكون التقويم اقتصادياً فمن الأسس التي يبنى عليها التقويم أن يكون اقتصادياً في الوقت والجهد والتكاليف فالتقويم الاقتصادي في الوقت يتطلب مراعاة وقت المعلم والطلاب وكذلك الوقت المصموح به في المنهج المدرسي أما بالنسبة للجهد فلا يجب أن تستنفذ عملية التقويم جهداً كبيراً من المعلم حتى لا يصاب بالملل وكذلك المتعلم أن يكون التقويم تعاونياً يجب أن يكون التقويم تعاونياً مشتركاً بين مجموعة من المتخصصين في مجالات مختلفة من ناحيةه وبين المعلمين والمتعلمين من ناحية أخرى كذلك من أسس التقويم أن يكون إنسانياً يهدف إلى مساعدة المتعلمين على النمو الشامل وتحقيق الذات وليس عقاباً أو تحدياً للطلاب ترجمة نانسي قنقر